الناس كلها عاملة تسأل الأهل اللي بيدي راحة لأليو ديانج والفريق داخل في مرحلة مهمة جداً ولسه بينفس على الدوري الدوري لسه مخلص آه، والأهل دايماً عنوانه الأساسي الأهل بمن حضر وانت كمان بتلعب على المباراة المتبقية ولسه فيه منافسة لازم كمان تفكر في السنة الجاية وانت لما تخلص الدوري 38 المنتخب عنده معسقر في شهر 9 والكلام تغير ومعد ما كان الكلام إن لعبت الأهل هتاخد راحة ومش موجودة في معسقر شهر 9 عشان الإجهاد وعشان تستعد للفترة اللي جاية نتيجة تلاحم المواسم الكلام مرجع المباراة تقال لك لا ده الكلام اتفاهم غلط وكانوا يصدوا اللعيبة المصابة مش هتنضم ما هو طبيعي أي لعيبة مصابة مش هنضم مش محتاجة توضيح أو تفسير يعني لكن معنى الكلام ده إن حتى اللعيبة الأساسية اللي وقد راحة في شهر 9 حسب رؤية بقى وجهة نظر روي فيتوريا وقتها ممكن يضم اللعيبة الأساسية اللي بتلعب في الأهل فبالتالي الأهل لازم يريح لعبته نفس الأمر هينطبق على أريو ديانج وعلى علي معلول في أجندة في شهر 9 ممكن منتخباتهم تطلبهم الفترة الجاية فانت لازم تدي اللعيبة دي راحة على الأقل من 15 يوم ل21 يوم ده على الأقل في الفترة الجاية عشان لما تستعد للمسم الجديد في منتصف شهر أكتوبر تبقى اللعيبة يعني في حالة بدنية وجهزية نفسية أفضل من الفترات السابقة لأن فترة الراحة دي ما بتتقررش كتير رغم أن هي على فكرة يعني مش فترة كبيرة ده هي شهر ونص والمعروف دايما في فترات الراحة ما بين المواسم أن اللعيب بياخد شهر راحة سلبية وشهر وشهر ونص فترة إعداد بدني للمسم الجديد فبدل ما يبقى الفرقة أو اللعيبة واخد شهرون ونص بنتكلم في شهر ونص والناس كمان مستقترى أن اللعيبة تاخد راحة لكن محدش يقدر ياخد القرارات دي إلا النادي الأهل لأن النادي الأهل عنده قيمة يقدر يلعب بيها في كل البطولات ومع أن فكرة أن الأهل يريح لعبته الأساسية تخدوا بالكم الأهل عمل القرار ده قبل كده في كذا بطولة كان بيلعب بفريش الشباب والعناصر اللي ما بتلعبش بشكل أساسي في بطولة والتشكيلة الأساسية بتلعب في بطولة تانية فالقرارات اللي زي دي ما بياخدهاش إلا النادي الأهل لأن النادي الأهل دايما عنده ثقة في لعبته الأساسية وفي قطاع الناشئين يمكن حصلت نتائج عكسية بعد نهاية إفريقيا من 30-5 لكن البطل دايما يمرض ولا يموت وبإذن الله النادي الأهل هيكون قادر على العودة خلال الفترة اللي جاية نكمل في المنافسة على الدوري وصل للدور الربع النهائي في مسابقة كأس مصر ويلعب من الدور الـ 32 في دورة أبطال إفريقيا رقم واحد في القرى الإفريقية ونادي القرن العشرين في القرى الإفريقية باعتراف الجميع سواء الكاف أو حتى كل القرى الإفريقية وكل الاتحادات القرية لما بتصف اسم الأهل بتقول الأهل نادي القرن في